أين يعيش أصحاب النفس المطمئن ونفس وما سواه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه النفس المطمئنة تعطي للإنسان أولاً النجاة يوم القيامة بالقلب السليم النفس المطمئنة النفس المطمئنة تعطي للإنسان ستة عطاءات ربانية في الدنيا قبل الآخرة راحة النفس وراحة البال والهدوء والحكمة وتعطيه الرضا والتقبل وتعطيه في الأخير السعادة إنها السعادة إنها الإطمئنان في أكبر معانيه أين يعيش أصحاب هذه النفس المطمئنة يعيشون في اللحظة يعيشون في الحاضر يعيشون هذه اللحظة فهم يتفاعلون مع الوقت بتعامل وتفاعل إيجابي فعندما يحينوا وقت العمل يعملون ووقت الاسترزاق يسترزقون ووقت الصلاة يصلون ووقت الصيام يصومون ووقت الزكاة يعطون ووقت الأسرة يجلسون إلى غير ذلك فهم يعيشون كل لحظة من لحظات حياتهم مع تلك النفس المطمئنة التي تتجادبها الحياة بين لحظات الاقتراب من الله بالعبادات والسنن والذكر ولحظات الرزق وطلب الرزق وهو عبادة ولحظات طلب العلم ولحظات بناء العلاقات واللطف في العلاقات مع الناس هكذا يعيش أصحاب النفس المطمئنة الماضي عندهم فات وما فات مات والماضي عندهم إما خبرة أو عبرة خبرة اكتسبوها من الماضي يتعلمون منها دروس أو عبرة يستخلصون منها العبرة والدروس والمستقبل عندهم بيد الله سبحانه وتعالى لا يحملون همه أبدا يخططون له ولكن لا يعيشون فيه إنه بين يدي المدبر الحكيم سبحانه وتعالى إنها صفات أصحاب النفس المطمئنة هذه الصفات وهذه الحياة هي التي تضمن لهم عيشا كريما وعيشا طيبا بعيدا عن الحياة الضنك أين تجدهم؟ تجدهم قريبون من الله عز وجل نجدهم أقرب إلى الله يتقربون إلى الله لأنهم يدورون في دائرة الخير فكل حياتهم خير نومهم خير وعملهم خير وعبادتهم خير وعلاقاتهم خير وكلها أجر عند الله يتقربون به إذن يعيشون في الحاضر في دائرة الخير قريبين من الله عز وجل إنها مواصفات النفس المطمئنة التي يسعى لها كل إنسان فلنغتنم إخوان أخواتي أبناء بناتي كل اللحظات التي نمر بها والمناثبات التي نتداولها بين تعاقب الليل والنهار واغتنام هذه النفحات الربانية والعطاءات التي يعطينا الله عز وجل رمضان وليلة القدر وعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة وبين العصر والمغرب من يوم الجمعة وأثناء السجود وفي الترث الأخير من الليل إنها عطاءات مناسبات لا تنتهي وتدور مع الزمن لنكتسب مواصفات النفس المطمئنة التي هي المنجات يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مبدأ يذكرنا برحلتنا بين النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة تذكر أخي أختي كلما ارتبط الإنسان بالنفس الأمارة بالنفس الأمارة بالسوء كلما زادت أخطاؤه وزادت ثقطاته وزادت إحباطاته بشكل كبير وكلما أهضر جهده ووقته بمعنى أهضر حياته فإن ابن القيم جوزي رحمه الله يقول الإنسان مجموعة من الأوقات إنسان مجرد وقت كل وقت مضى من حياته مضى جزء منه إذن كلما ارتبط الإنسان بالنفس الأمارة بالسوء التي تدور حول الغيبة والنميمة والحسد والبغض والكره وغير ذلك كلما كترت أخطاؤه وكترت ثقطاته وكترت ردائله وكتر الزلل في حياته والأخطر من هذا كلما كان وقته وجهده مهدرا وتذكروا عندما أوصان النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتنام اغتنام اغتنم فراغك قبل وقتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك فكان يدلنا على أن الجهد المهدور والوقت المهدور عبارة عن حصر يتحصر عليها الناس يوم القيامة وكلما ارتبط الإنسان بالنفس المطمئنة كلما عاش اللحظة بشكل يقرب إلى الله بشكل لا هضر فيه أو بشكل يحسن أفضل ما عنده ولذلك النفس المطمئنة من أعظم مواصفاتها الإحسان يحسن استغلال وقته واستغلال لحظته واستغلال جهده والمحسنون هم الناس الوحيدون يوم القيامة الذين لا يندمون كل الناس نادمون يوم القيامة إلا المحسن فالله عز وجل ذكر في صورة الزمر على أن الإنسان يقول يتمنى ويرجو لو أن لي كرة رجعة إلى الدنيا لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بمعنى لو رجعت إلى الدنيا لأحسنت وأصحاب النفس المطمئنة يحسنون في الدنيا فيوم القيامة لن يندموا لأنه لو رجع بهم الزمن ورجعت بهم الحياة لما فعلوا ولما قدموا أكثر مما قدموه إنه الإحسان الصفة العظيمة من صفات النفس المطمئنة في الأخير إن السعادة هي سلام وعطاء مستمر في حياة الإنسان بالحب والتسامح والعطاء نكون قد اخترنا الطريق الصحيح نحو النفس المطمئنة واخترنا الطريق الصحيح نحو التغيير والنج والاتذان واخترنا الطريق الصحيح للتخلص من النفس الأمارة بالسوء والتطهر منها ألقاكم في وقفة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته